سيدات وسادة الأوكرانيون الأعزاء أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة بعض النقاط المهمة لهذا اليوم يعمل عمال الطاقة وعمال الإنقاذ بنشاط كبير طوال اليوم في مقاطعة خرسون وكذلك في مقاطعة دانيتسك للقضاء على عواقب قصف منشآت الطاقة وعلى وجه الخصوص حصل اليوم انقطاع للكهرباء في خرسون بسبب القنابل الروسية تبذل فرق الإصلاح قصار جهدها حيث تم حتى الآن استعادة إمدادات الكهرباء في خرسون وتم استعادة إمدادات المياه في المدينة بأكملها تقريبا باستثناء عشرة منازل في منطقة تفريسك ومن المخطط أن تكتمل أعمال الترميم بالنسبة لهذه المباني غدا وعلينا أن ندرك أنه مع اقتراب فصل الشتاء ستزداد الهجمات الروسية على منشآت التوليد والشبكة ويجب أن نكون مستعدين لذلك سنعزز الدفاع الجوي قدر الإمكان في الظروف الحالية بل وأكثر نتفق مع الشركاء على اتخاذ خطوات جديدة في مجال الحماية والتي لم يتم تطبيقها من قبل ولكن بصرف النظر عن ذلك فإن الكثير سوف يعتمد على مدى استعداد السلطات المحلية وخاصة في المدن وعلى الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركات الطاقة ومشغلوا الاتصالات ويتعين على الجميع أن يقوموا بدورهم في العمل الدفاعي حتى لا يتغلب الإرهاب الروسي على أوكرانيا هذا الشتاء وكما هو الحال في ساحة المعركة يجب علينا أن نتحلى بالمرونة والقوة في جميع المجالات قدر الإمكان يتضمن جدول الأسبوع اجتماعات جديدة ومفاوضات جديدة مع الشركاء فيما يتعلق بتعزيز أوكرانيا ودفاعنا وسنعمل أيضا على جعل إعادة البناء في أوكرانيا أكثر نشاطا كما نقوم بإعداد خطوات جديدة للاحتفاظ باهتمام العالم بأوكرانيا في ظل الوضع الأمني الحالي في العالم يواصل الدبلوماسيون والمخابرات وقوات الأمن الأوكرانية العمل لمساعدة مواطنين الموجودين في الشرق الأوسط في إسرائيل وفي أراضي قطاع غزة وتستمر عملية إجلاء الأوكرانيين من إسرائيل وقد تم نقل أكثر من 200 شخص إلى رومانيا معظمهم من النساء والأطفال ويجري الإعداد لرحلات جديدة ومن المعروف أن ما يقرب من 260 من أفراد شعبنا موجودون في قطاع غزة الآن وفي الوقت الحالي فإن المغادرة محظورة على مواطني جميع البلدان لكننا نعمل مع الشركاء لإجلاء مواطنينا الدبلوماسيون الأوكرانيون على استعداد لمساعدة كل مواطن في بلدنا يحتاج إليها ولذلك أناشد مرة أخرى جميع الرجال والنساء الأوكرانيين الذين قد يكونون في الخارج ويحتاجون إلى المساعدة يرجى التواصل مع بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج في أي وقت وبأي طريقة وأمر آخر مهم تتعرض مدننا وقرانا في المناطق المتاخمة لروسيا وعلى طول خط المواجهة كل يوم لهجمات إرهابية من قبل المحتل وكل يوم تقدم المساعدة لشعبنا وهو أمر مهم للغاية ومهما حدث فإن الأوكرانيين يعتنون ببعضهم البعض وتذل الدولة فاعلة لا يمكن التغلب على أوكرانيا لأنه لا يمكن التغلب على شعبنا وأسألكم أن تدعموا وتشكروا كل من يعمل من أجل شعبنا كل من يحمل حياة رجال الإنقاذ والأطباء والممرضات والممرضين والمتطوعين ورجال الشرطة والعاملين في الخدمات المجتمعية وعمال الطاقة أولئك الذين تعتمد عليهم الحياة الطبيعية عمل الجميع مهم الجميع يستحق الإمتنان واليوم أود أن أركز بشكل خاص على رجال الإطفاء ولأسيما في مقاطعة دانيتسك في باكروفسك بولوديمر جوربينكو رائد في خدمة الحماية المدنية أشكرك وفي منطقة بخموت رومان لوماكين قائد إدارة الإطفاء والإنقاذ بمدينة توريتسك شكرا لك وفي مقاطعة خرسون أندري دياتشينكو نقيب في خدمة الحماية المدنية وفلاديسلاف بيريزفا رقيب في خدمة الحماية المدنية أشكركم يا رفاق وفي مقاطعة زابريجيا الرقيبان في خدمة الحماية المدنية سرهي كليمانسكي وأندري لوتسمن شكرا لكم وجميع جميع جنودنا كل من يقاتل حاليا ويتواجد في المواقع القتالية في مهام قتالية كل من ينقذ جنودنا بعد إصابتهم كل من يدرب ومن يقوم بإصلاح المعدات ويضمن نشاط ألوياتنا القتالية من خاركف إلى خرسون في كوبيانسك في اتجاهات دانيسك في أفدييفكا أشكركم يا رفاق على قوتكم وعلى تدميركم لقوات الاحتلال في مارينكا في اتجاهات زابريجيا شكرا لكل من يقاتل من أجل وطننا وشعبنا المجد لشعبنا العظيم أوكرانيا تعرف كيف تكون قوية وسوف نصمد يجب أن نصمد وننتصر وسيكون الأمر كذلك المجد لأوكرانيا شكرا للمشاهدة